إذن وثيقتان مزعومتان للاستخبارات الأمريكية حول استعدادات إسرائيل لهجوم على إيران ينشرهما حساب تابع لإيران على تليجرام إحدى الوثيقتين تتطرق إلى التدريبات الإسرائيلية وتحمل عنوان القوات الجوية الإسرائيلية تواصل الاستعدادات لضرب إيران أما الوثيقة الثانية فتوضح كيف تقوم إسرائيل بتغيير مواقع صواريخها وأسلحتها تفاديا لاستهدافها إن قررت إيران الرد على الرد كما تصف الوثيقتان صور الأقمار الصناعية للتدريبات عسكرية إسرائيلية أجريت في الخامس عشر من الشهر الحالي استعدادا لضربة انتقامية محتملة على إيران وذكرت تقرير استخباراتي أن التدريبات شملت قوة تشبه تلك التي استخدمتها إسرائيل في هجومها على اليمن يوم التاسع والعشرين من سبتمبر الوثيقتان تناقشان أيضا الاستعدادات الإسرائيلية لصواريخ باليستية بعيدة المدى تطلق من الجو صواريخ جو أرض طائرات التزود بالوقود في الجو وطائرات تدعم أخرى هذه المنظومة وتكشف الوثيقتان أن إسرائيل كانت تقوم بمراقبة سرية لإيران عبر طائرات من دون طيار ولكن تلك الوثائق التي يعود تاريخها إلى الخامس عشر من أكتوبر لم تكن وفق نيوروك تايمز تقيما شاملا لما تعرفه الولايات المتحدة عن النوايا الإسرائيلية لم تقم بذلك بل كانت تمثل ما يمكن للمحللين الذين ينظرون إلى صور الأقمار الصناعية تحديده في ذلك الوقت